بسم الله الرحمن الرحيم أحبائي في الله هنا مجموعة من الأسئلة سؤال الأول ركعتها تحية المسجد واجبة هل هناك رأي مخالف وهل يعتد به ركعتها تحية المسجد واجبة هذا قول من أقوال الفقهاء وهناك أقوال أخرى أيضا مهتبرة عند الفقهاء الآخرين أنها مندوبة أي سنة ليست بواجبة والمسألة ليست قطية حتى يقال هكذا ركعتها تحية المسجد واجبة بصيغة التقرير نعم هو الراجع فيما نرى أنها واجبة لكن المسألة مسألة خلافية بين العلماء بل جماهير أهل العلم أنها ليست بواجبة جماهير أهل العلم أنها ليست بواجبة ولكن أدل ما يدل على وجوبها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فدخل أحد الصحابة رضوان الله عليهم وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقطع خطبة الجمعة وقال له أصليت قبل أن تجلس قال لا يا رسول القلق قم فصليهما وتخفف بهما فأولا دل على وجوبها واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الواجب لأمره بها ثانيا جعله ينشغل بها عن خطبة الجمعة وخطبة الجمعة واجبة فلا يمكن أن يجعله ينشغل بسنة عن واجب ومع ذلك مسألة خلافية بين أهل الإلم لا يعظم فيها الخلاف ولا ينظل للمخالف أنه آثم ومسألة سهلة إن شاء الله مسألة فيها صواب وخطأ ليس أكثر ترجمة نانسي قنقر